ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشور أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دول العقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وقرار المجلس الموفقة على مشروع الراد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دول العقاد العادية الثالث من الفصل التشريعي السادس تمهيدا لرفعه لجلالة الملك المعظم ثم انتغل المجلس ملاقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل وستساهم الصياغة المعدلة لمشروع القانون في تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم العمالة الوطنية من جهة وبين توجيه الدعم للمؤسسات والشركات التي يمتلك فيها البحريني نسبة من الأسهم أو الحصاصة كقاعدة عامة من جهة أخرى ودعم الهداف التي تسعى تمكين لتحقيقها من خلال دعم توظيف البحرينيين في وظائف مجزية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون اليوم تم مناقشة تقرير لجنة الراد على الخطاب السامي في مجلس الشورى وتم موافقة بالإجماع على تقرير اللجنة وعلى أن يحول التقرير إلى جلالة الملك المعظم قريبا تمت المناقشة اليوم في جلسة مجلس الشورى لمشروع القانون المادة الرابعة واللي فيها مناقشة عدة بنود السابع والثامن والتاسع اللي هو يعطي الأولوية لدعم المشاريع دعم البرامج ودعم الاستشارة المالية للشركات والمؤسسات اللي يكون فيها أولوية للملكين البحرينيين أو المساهمين البحريين مع إجازة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى اللي تكون مملكة مئة بالمئة للأجانب في سبيل دعم لجميع الموظفين البحرينيين سواء كانوا في هذه الشركات المملكة البحرينيين أو المملكة للأجانب وهذا يساعد في تنمية وتعزيز الاقتصاد في مملكة البحرين ودعم القطاع الخاص بوصفه فعلا محرك للاقتصاد في مملكة البحرين لخلق فرص عمل تكون داتا جودة عالية وتكون تعدى أجور مجزية للمواطنين البحرينيين في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر